أبطل سنة ربع عاملين إياه رب تكونوا بخير هنعمل مراجعة نهاية العام لغة عربية أول طبعا سؤال بيكون نص استماع بيدخل يقولك النص وإنت بتسمع كويس جدا وبعدين بتجاو تاني سؤال التعبير الكتابي اقرأ المسرحية التالية ثم أجب الإجراءات الاحترازية محمود شاب في مقتبل العمر شعره أسود كسيف يشعر بالمسئولية سيف صديق محمود نشيط وجسمه قوي يفتح الستارة على محمود وسيف داخل الحافلة محمود يرتدي الكمامة وسيف بلاكمامة محمود لماذا لم تحضر كمامتك يا سيف سيف إنني لا أرى أهمية كبيرة وصحتي جيدة والحمد لله محمود يحفظك الله ولكن ارتداء الكمامة الكمامة سري يقيك من الأمراض المعدية ويقلل انتشار الوباء حل للمسرحية العنوان طبعا العنوان فوقه قدامي الإجراءات الاحترازية الشخصيات الشخصيات هنا محمود وسيف المشكلة أن محمود لا يرتدي القمامة أن محمود لا يرتدي القمامة النص الأدبي اقرأ الفقرة التالية تعد قناة السويس المصرية معبرا مائيا له أهمية كبرى في تسهيل حركة التجارة بالعالم وفي نمو التجارة العالمية فقد قررت السلطة الرسمية لقناة السويس إنشاء مشروع جديد لدعم وتعزيز النشاط الاقتصادي المصري ومن أبرز السماعات العامة للقناة الجديدة إنها ذات طول يبلغ 35 كم وإذا تبدأ من الكيلومتر 60 إلى الكيلومتر 95 وقد وفر توسيع القناة للسفن والبواخر إمكانية الإيجار في كل الاتجاهين مفوض الإبحار في كل الاتجاهين يا مكتوبة غلط في وقت واحد وقلل من وقت الانتظار لمعظم السفن وضاعف قدرة قناة السويس على تسهيل حركة النقل التجاري بين الدول معنى السماعات السفوت معنى السماعات السفوت جمع قناة قنوات جمع قناة قنوات تعد قناة السويس معبر مائيا له أهمية كبرى في تسهيل حركة التجارة بالعالم تعد قناة السويس معبرا مائيا يبلغ طول قناة الجديدة 35 كم ماذا قررت السلطة الرسمية لقناة السويس؟ قررت السلطة مكتوبة في الفقرة هي في تاني سطر إنشاء مشروع جديد لدعم وتعزيز النشاط الاقتصادي المصري يبقى قررت إنشاء مشروع جديد لدعم وتعزيز النشاط الاقتصادي المصري اذكر أهم المزايا التي وفرها توسيع القناة هنرجع للفقرة المزايا وفر توسيع القناة للسفن والبواخر إمكانية الإبحار في كل من الاتجاهين في وقت واحد اتنين قلل من وقت الانتظار لمعظم السفن تلاتة ضاعف قدرة قناة السويس على تسهيل حركة النقل التجاري بين الدول دي كل الإجابة أو المميزات بتاع القناة السويس النص المعلوماتي تتمتع شوكولاتة بشعبية عالمية نظرا لتبيعتها وخصائصها ومنفعها الكثيرة فهي مصدر للسعادة الغامرة وعند تناولها يفرز المخ الدوبامين هرمون السعادة الذي يخفض مستوى التوتر كما تحتوي شوكولاتة على قدر من المغنيسيوم لتقوية الجهاز العصبي وهيعمل على تخليص الجسم من القلق اختروا الإجابة الصحيحة مراضف يسهم يشارك مضاد غامرة عبرة لأن وفيرة وكثيرة معنى غامرة ده المعنى مش المضاد يعني غامرة سعادة غامرة يعني سعادة كثيرة أو سعادة وفيرة فغامرة مضادها عبرة تحتوي الشوكولاتة على عنصر المغنيسيوم أي مكتوف الفقرة حين الشوكولاتة تحتوي على قدر من المغنيسيوم مع علاقة الشوكولاتة بشعور التوتر والقلق حنرجع للفقرة الشوكولاتة تحتوي على قدر من المغنيسيوم لتقوية الجهاز العصبي ويعمل على تخليص الجسم من القلق الشوكولاتة بتعمل فيها قدر من المغنيسيوم بيعمل على تخليص الجسم من القلق النص أجددنا الكرام قد قالوا لنا لا تعتدوا ودائما تذكروا عيشوا بنبل تسعدوا للأولين حكمة عيشوا بها كي تعتدوا معنى الأولين الأوائل اللي هم المفروض أجددنا يعني فهم الأوائل لا الأحفاد ولا الأبناء ولا الآخرين معنى الأولين الأوائل مفرد الكرام الكريم هات كلمة من الأبيات لها النهاية نفسها تعتدوا تسعدوا تهتدوا عيشوا بنبل تسعدوا تعبير مجازي البيت الذي يتحدث فيه الشاعر عن حكمة الأجداد للأولين حكمة عيشوا بها كي تهتدوا للأولين حكمة عيشوا بها كي تهتدوا القواعد النحوية القراءة غذاء العقل يهوى التلميذ المجتهد القراءة والإطلاع على كل جديد استخرج خبر غذاء يعني القراءة مبتدأ وغذاء خبر فاعل التلميذ يهوى فاعل التلميذ فاعل محبوبون طبعا محبوبون جمع مذكر سالم فلازم المبتدأ يبقى زيه وتبقى المجتهدون محبوبون الأهرامات في الجيزة كلمة في حرف جر ضع زرف مناسب بدلا من حرف الجر بالجمع التالية وضعت القطب في المكتب عايزة حط زرف هقول وضعت الكتب داخل المكتب وضعت الكتب داخل المكتب الإملة استمتعت بالنظر للقمر ليلا اللي هي التانية دي للقمر ما أنفع القطار هنحط علامة تعجب عشان ده يسلوب تعجب تذاكر أميرة دروسها بجد تذاكر لأن الفعل مؤنس فتبقى تذاكر أميرة دروسها بجد هنا برضو السؤال الأول نص الاستماع السؤال الثاني رن جرس المنبه استعيقظه متحمسة وصلت المدرسة الساعة الثامنة ركبنا الحافلة مع أصدقائي وفي تمام الساعة التاسعة والنصف وصلنا إلى معرض الكتاب ورأينا العديد من دور النشر التي تضم أشكال مختلفة من الكتب والقصص تصفحناها ثم حضرنا ورشة لترشيد استخدام موارد الماء ورجعنا الساعة الرابعة عصرا وعجبني في الرحلة تنوع العريدين وأنشطة المعرض المتنوع ولكن المكان كان مزدحما أقترح في المرة القادمة أن نذهب مبكرا لتجنب الإزدحام زمن التحرق الساعة التاسعة والنصف زمن التحرق لا زمن التحرق الساعة الثامنة لأنهم في الساعة التاسعة والنصف وصلوا للمعرض زمن الرجوة الساعة الرابعة عصرا المكان معرض الكتاب معرض الكتاب وسيلة المواصلات الحافلة ما يتم مشاهدته العديد من دور النشر التي تضم أشكال مختلفة من الكتب والقصص رأي إيجابي اللي أعجبها طبعا اللي هو تنوع العارضين وأنشطة المعرض المتنوعة الرأي السلبي المكان كان مزدحما المكان كان مزدحما قابلت رانيا صديقتها مروة الأسبوع الماضي ولم تكن قابلتها منذ فترة طويلة فتعجبت رانيا وسألتها وسألت صديقتها ما سر غيابك طوال هذه الفترة فأجابت مروة كنت مصابة فيروس كورونا وكنت أعاني من أعراضه وهي الشعور بالإرهاق والكحة والحمة وكذلك ألام بالجسم والصداع وأنا سألتها رانيا وابما نصحك الطبيب فقالت نصحني بالبقاء في السرير وتناول الكثير من مشروبات وتناول المسكنات حتى يتم الله بالشفاء كلمة مراضفها مكوث مكوث يعني البقاء هي قال لها نصحة طبيب بالبقاء في السرير في المكوث يعني البقاء كلمة مضادها تعودت تعجبت كلمة مضادها تعودت تعجبت عشان هو هنا عايز من الفقرة ولازم ألاقي الكلمة في الفقرة يشعر المصابة فيروس كورونا برضو موجود في الفقرة بيشعر بالشعور بالإرهاق والكحة والحمة وألام بالجسم والصداع بنكتب أي حاجة منهم طبعا ينتج عن الالتزام بتعليمات الطبيب لما منلتزم بتعليمات الطبيب ينتج يتم الشفاء يتم الشفاء بما تصف رانيا نعم كنا نقول صديقة مخلصة تحب صديقتها يعتبر نظام الرأي بالفقاعات من أنزمة الرأي الحديثة التي تعمل على رأي الأشجار والفاكهة بصورة خاصة كذلك رأي أحواض الظهور ونباتات الزينة كما أنها يعمل كملطف الحرارة مما يمنح مناخا ملائما لبناء النباتات بصورة سليمة ويكون هذا النظام في صورة خطوط مستقيمة أو على شكل دائري ويمكن لهذا النظام استغلال الماء المملح من دون إحداث ضرر لورق الشجر كلمة مراضفها مخفف مخفف يعني ملطف ملطف لدرجة الحرارة كلمة مضادها ملتوية مستقيمة كلمة مضادها ملتوية مستقيمة ينتج عن الريء بالفقاعات ملطف يلطف درجة الحرارة يمنح مناخا ملائما لبناء النباتات بصورة سليمة كيف يستغل الريء بالفقاعات الماء المملح يستغله دون إحداث ضرر لورق الشجر ما الفضل إلا لأهل العلم إنهم على الهدى لمن استهدأ دلاء وقيمة المرء ما قد كان يحسنه والجاهلون لأهل العلم أعداء فقم بعلم ولا تطلب به بدلا فالناس موتى وأهل العلم أحياء مضاد الهدى الضلول مضاد الهدى الضلول جمع المرء الرجال جمع المرء الرجال بين كلمة تي موتى وأحياء تضاد صح لا تطلب به بدلا اسلوب نهي حول الجملة التالية لجملة اسمية مع تغيير ما يلزم اهتمت الأمهات برعاية أولادهن هقول الأمهات اهتمت برعاية أولادهن نام القط الكرسي أكمل بشبه جملة على الكرسي أو فوق الكرسي اللي اتنين صح لأن اتنين شبه جملة على زرف جره مجرور وفوق زرف يبقى الأولى والثالثة النظافة من الإيمان كلمة الإيمان اسم مجرور بالقسرة عشان هي مفرد القراءة مفيدة سوا بالخطأ القراءة مبتدأ مرفع عليه مترفعه الضمة فتبقى عليه ضمة ومفيدة برضه بالضمة فهيبقى عليها تنوين بالضمة اجمع العبارة الأياتية نزل الغواص أسفل الماء نزل الغواصون أسفل الماء وماقولش نزلوا حقول نزل لأن الفعل في أول الجملة مش بيتجمع قال الرجل بحط نقطتين فوق بعض بعد جملة القول ما اسم صديقك المقرب بحط علامة استفهام كم بمصر من عجائب ده اسلوب تعجب مش سؤال ده اسلوب تعجب فبحط علامة تعجب وبكده خلصت المراجعة وارب نكون استفدنا واشوفكو على خير في الفيديو الجاي والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا ترجمة نانسي قنقر